السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل يوم ببقى محترى اعمل ايه فطبعا بسأل رفيف ايه رأيك نعمل ايه النهاردة فاقترحت علي ان احنا نعمل شاورمة فا ايه رأيكم النهاردة نعمل مع بعض فتت الشاورمة بطريقة حلوة وسهلة بما اننا مش بنخرج في رمضان وما ينفعش نجيب اي اكل منبرة فنقدر نعمل اي اكل احنا بنحبه في البيت بطريقة حلوة وشبه كمان بتاع المطاعم ويمكن احلى واكيد انضف بكتير فهعمل معاكم النهاردة فتت الشاورمة بطريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم وكمان سهلة لو اول مرة تشوفيني انا مامة رفيف تابع الفيديو للاخر ان شاء الله تستفادي ولو لسه ما اشتركتش في قناتي ياريت تشتركي ولايك للفيديو ويلا بينا نبدأ مقادير فتت الشاورمة بتاعتي النهاردة نص كيلو فلو حب تزودي عن نص كيلو فراخ هتعملي ادع في المقادير اللي انا هقولها هقطع الفراخ بتاعتي صوابع زي ما انتم شايفين كده يفضل ان هي تكون وراك بس انا عندي صدور محتاجين علبة زباتي علبة عادية من اللي احنا بنكلها في الصحور لكل نص كيلو زي ما اتفقنا هضيف عليها معلقة خل وهستخدم في الوصفة دي زيت زاتون بس لو ما عنديكيش زيت زاتون تقدري تستخدمي اي زيت نباتي عادي هحط تلات معالق وكمان هستخدم سويا صوص بيديها طعم حلوة قوي هستخدم معلقة وكمان معلقة كبيرة صلصة طماطم لو مش موجودة ممكن تستبدليها بالكاتشاب وبيكون احلى وبيدي تسكيرة حلوة قوي معلقة صغيرة توم توم مفروم وكمان عصرة لمونة توم مفروم التوابل بتاعتي معلقة صغيرة من توم بودر بصل بودر فلفل اسود ملح رشة صغيرة من الكوركم رشة صغيرة من الكاري وورقة لورة وشوية بشر جوزة جوزة الطيب اه او اه وكمان حبيتين حبيهان ونص معلقة بوهرات فراخ لو مش موجودة تقدري تستغني عنها كده كل التدبيلة بتاعتي جاهزة هقلبها كويس قوي قوي اه علشان كل التدبيلة تدخل مع بعض وعمش عايز اقول لكم رحتها قد ايه حلوة من قبل حتى ما نحط الفراخ ولا تستوي على النار كل التوابل مع بعض بتدي ريح حلوة جدا واكيد الطعم هيبقى حلوة كمان هديف الفراخ بتاعتي وهسيبها في التدبيلة هغطيها كويس جدا وهقلبها ويستحسن انك تعمليها من بالليل بس لو مش متاح انك تعمليها بالليل يعني تقدري تعمليها قبل ما تعملي الشاورمة على الاقل ساعتين او تلاتة علشان تاخد وتدي في التدبيلة مع بعض وتتغرق كده في التدبيلة ويبقى طعمها حلو هغطيها كويس قوي وهشلها في التلاجة اا ونعمل مع بعض باقي المقذير فتت شاورمة يعني عيش محمص انت ممكن تقليف الزيت بس تنا بعمله كده برشة سمنة بلدي خفيفة وبقلبه كويس جدا وبدخله ثورن تقليبا ربع ساعة بشغل مفوقه من تحت وبيبقى محمص جدا وطعمه حلو وصحي اكتر ما تقليف الزيت ده شكل العيش بعد ما بيطلع من الفرن المقرمش وطعمه حلو جدا تقدري تستخدمي في الوصفة الرز المصري لحادي بس انا هستخدم الرز البسمتي زي الوصفة الاصلية هحط معلقة كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة زيت وهضيف الرز بتاعي الرز بتاعي ده كوبايتين رز هشوحهم كويس جدا مع السمنة والزيت لغاية لما حس ان كل الرز بتاعي ما فيهوش ولا نقطة مية من الغسل الرز الرز بتاعي انا غسلاه ونقعي لمدة ربع ساعة هتفضل يتقلبي في الرز لغاية لما تسمعي صوت التشة بتاعت ان هو خلاص ما فيهوش مية علشان كل حباية رز يبقى متغلفة بالزبدة كويس وعلشان نديله اللون الحلو الاصفر الجميل هستخدم معلقة كبيرة كوركم ومعلقة صغيرة فلفل اسود وورقة لورا وحبيتين حبهان وكمان شوية ملح شوية ملح صغيرين علشان انا هسقيه بالشربة لو مش عندك شربة تقدري تحطي مرأة دجاج او تستخدمي المياه السخنة بس طبعا الشربة بتدي طعمة احلى بكتير هقلب الرز كويس جدا مع التوابل علشان كله يتغلف زي بعضه اللون يبقى واحد بصو اللون حلوة قد ايه لونه حلوة جدا للوقت هضيف الشربة بتاعتي تقدري تستخدمي اي نوع شربة موجودة عندك شربة فراخ او شربة لحمة وكمان تقدري تستخدمي المياه السخنة وتحطي مرأة واحدة مرأة دجاج هقلب الرز كويس قوي على النار مرة واحدة بس اول مرز يتشرب هوطي عادي النار خالص هخليه على نار هادية ومش هقلبه خالص علشان ما يتكسرش معي وهسيبه بقى لغاية لما يستوي نيجي بقى للفراخ خدت التدبيلة المظبوطة في التلاجة هجيبها على الجريل بتاعتي تكون سخنة جدا هديها الصدمة دي لما تحسي ان الصوت ده موجود يبقى انت كده مشي صح عشان الفراخ تاخد صدمة وما تنزلش اي ميا جواها كده الفراخ هتبقى جوسي وحلوة وطرية ومش هتنشف منك خالص هفردها كده في الجريل كويس واول ما حس ان هي اخدت لوم من تحت هقلب وافضل اقلب لغاية لما تستوي وخلاص يبقى كده الفراخ بتاعتنا جاهزة ما تلاقيك لو لقتي الميا نزلت منها في الاول دلوقتي هتتشربها وتبقى زي ما انت شايفة كده يبقى هي كده استوت وما تغمقيش اكتر من كده علشان ما تنشفش منك هنعمل بقى الصوس الابيض اللي الحلو ده اللي بيتحط في المطاعم هجيب برضو كوبايت زبادي عليها معلقة طحينة كبيرة وكمان هحط عليها معلقة خل وعصرة لمونة واحط كمان شوية ملح صغيرين وشوية فلفل وشوية توم والتوم على حسب الرغبة لو بتحدي التوم يبقى باين في التومية قوي حطي معلقة كبيرة بس انا بحط معلقة صغيرة وعلشان اعزز الطعم شوية حطيت معلقة مايونيز المايونيز اختياري لو حبتش ليها من الوصفة شليها بس بتبقى طعمها حلوة قوي هقلب كل الخليط مع بعضه كويس جدا على لغاية لما يدوب مع بعضه وعلشان يبقى القوان مزبوط هحط عليهم شوية مية مغلية علشان اخفف القوان بتاعه شوية وبكده الصوس بتاعي يكون جاهز كده مقادير الشاورمة كلها جاهزة بص الرز جميل ومفرفر وحلو كده مفيش حباية فيه لازقه في التانية علشان الخطوات اللي انا قلتلك عليها الرز لازم يكون سخن علشان هو اللي هيطري العيش شوية اول حاجة هنحطها طبقة من الرز بص الرز لونه حلو قوي هحط بقى شوية عيش حلوين كده عايز اقول لكم ان العيش بالطريقة دي صحي اكتر وطعمه فعلا حلو بجد هحط على العيش من الصوس الابيض اللي احنا عملناه بعد كده هضيف الفراخ والطبقات زي ما انتي عايزة عايزة تحط الطبقات بطريقتك وشكل الطبق يكون احلى كمان آآ الطريقة طبعا بتاعت التقديم ترجعلك هحط شوية رز كمان من فوق وهزين الطبق بشوية اعيش من الجنب كده علشان مش باين واحط قطعة فراخ من فوق وكمان هضيف من الصوس الابيض الصوس ده طعمه حلو جدا وعلى حسب التومية ما بتحبيها زودي التوم وقالي ليه زي ما انتي عايزة هزينها بشوية بقدونس مفروم تقدري تزينيها باي حاجة موجودة عندك بتحبيها ممكن تستخدمي في التزيين اللوز او سنوبر لو موجود وده كان شكل الطبق بتاعي ايه رأيكم بجدة عماحل وقوي جربوها وغيري ونوعي في اكلات رمضان ولو عندك اطفال خضي رأيهم علشان تعملي الاكل اللي بيحبوه لو صايمين اتمنى الفيديو يكون كمفيد بالنسبالك واستفدتي ولو بحاجة بسيطة منه هستنى رأيكم في الكومنت واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير ووصفات تانية كتير جدا استودعكم الله باي باي اشتركوا في القناة